وصل الرئيس الأوكراني فولاديمير زلينسكي حملته لحشد الدعم لبلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية وذلك خلال مشاركته اليوم في قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان وعقد زلينسكي اجتماعات ثنائية مع زعماء مجموعة السبع بما فيها زعماء الهند والبرازيل وقال زلينسكي اليوم إن السلام سيكون أقرب نتيجة اجتماعات قمة مجموعة السبع ومن المقرر أن يعقد جلسة غدا الأحد مع عقادة مجموعة السبع قبل عقد جلسة أوسع مع الحاضرين من جنوب الكرة الأرضية